من الفساد أيضاً الضلال عن المنهج السوي بكل ما تعنيه كلمة الضلال عن المنهج وبالمناسبة ونحن في هذا السياق التطرف في التدين التطرف في التدين يمثل فساداً في الفكر وكما يقود الفساد في الإدارة والمال إلى إعاقة المجتمعات عن النهوض إعاقة التنمية كذلك الفساد في الفكر يعيق المجتمعات ولذلك المجتمعات المنغلقة بسبب فساد فكرها تراوح مكانها ولا تتقدم أبداً ولهذا أوجدت المملك العربية السعودية عدة أهداف لبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية ليعزز هذه الشخصية وهذه الشخصية ولله الشخصية السعودية شخصية متميزة شخصية واعية وجاء هذا البرنامج الوطني ليعزز من هذه الشخصية وهو وضمن عدة برامج بتحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين وهو في سياق رائع جداً وجاء في مقدمة الأهداف لتعزيز هذه الشخصية جاء التأكيد على تعزيز قيم الوسطية والتسامع والانضباط والعدالة والشفافية وغير ذلك كل هذه القيم تمثل الصلاح الفكري والمنهجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر